وعلى همش انعقادي قمة النقب الدبلوماسية وقع زعادة الدكتور عبدالاطم بن راشد الزاني وزير الخارجي ومعالي السيد يائير لابيد وزير خارجية الدولة إسرائيل اليوم الاستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ بين البلدين تضمنت الاستراتيجية مبادئ ومرتكزات تعزيز التعاون المشترك من خلال برامج محددة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين مع التركيز على الشباب وابراز العلاقة المشتركة كنموذج للتعايش والتسامح بين الأديان والثقافات في دول المنطقة والعالم ودعم الجهود المبتولة في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كما حددت الاستراتيجية القطاعات الرئيسة التي سيتم التركيز عليها ضمن مسار العمل المشترك بما في ذلك الابتكار والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ والطاقة المتجددة والصحة والتعاون التعليمي والأكاديمي والأمن الرقمي والسياحة حضرت توقيع سعادة السفير خالد يوسف الجلهمة سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل وسعادة سفير إيتان نوي سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين